ساعات فقط على انعقاد المجلس الشوري الحاسم لحركة حمس طيار المشاركة والمعارضة لدخول الحكومة يلعبان على مختلف الأوطار ويستعملان مختلف وسائل الأقناع لاستمالة أعضاء المجلس الشوري من خلال منشورات ومقالات يتحدثون فيها عن رهانات القرار الذي سيتخن الرئيس السابق للحركة أبو جرى سلطان المتزاعم لطيار المشاركة تناول بالإحاء عبر منشور له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خطوة رئيس حزب طلائع الحريات القاضية بإعادة جمع المعارضة والتي سرع إليها مباشرة عن ابن فليس بعد تلقي حمس عرض الرئيس للمشاركة في الحكومة وقال أبو جرى إن هناك إرادة من أحزاب المعارضة تريد حمس بعيدة عن السلطة بل ومعادية لها لتتوكأ عليها في عبور عقبة استحقاق 2019 لأنها جربتها سنتي 2004 و2009 وخبرت قدرتها على ترجيح الكفة لصالح من تسنده منوها بعرض رئيس الجمهورية لإشراك حمس في الحكومة ومرجعا ذلك لاعتراف السلطة بكفاءة رجال الحركة وقدرتهم رغم أنه لم يخفي حضور حسابات 2019 في دعوة السلطة لحمس كذلك زعيم الطيار المعارض لعرض المشاركة الرئيس الحالي للحركة عبد الرزق مقري قدم في منشور له قراءة تتجوز الحدود التقليدية لصراع المشاركة والمعارضة داخل حمس موضحا أن دعوة السلطة جاءت من قبل من أسمهم صانعين استراتيجيات في الخفاء والذين يتوقعون بناء على دراسات دخول الجزائر في أزمة عاصفة تقضي على أحزاب السلطة التي أسمها الأحزاب التقليدية وعليه جاءت تعواتهم لقطع الطريق على حمس حتى لا تشكل البديل بتشويهها وتوريطها في الحكومة القادمة حسبه موضحا أن التجارب تؤكد خلافا لذلك أن الخيار الصحيح هو الاستعداد لمواجهة الأزمة من خلال التعاون مع الخيرين من أبناء الجزائر ودخول حكومة كاملة شرعية مسنودة من الشعب هو إذن مشهد الصراع الذي أيقظه عرض الحكومة حتى وإن كانت الكفة مائلة نحو الطيار المعترض بفعل تجارب المشاركة السابقة وكذا مشروع الوحدة مع حركة التغيير التي تؤكد مصادر أن قرارها سيبنى على قرار جماعة موقر المعترض